تحتل القضية الفلسطينية أولوية قصوة على أجندة السياسة المصرية ومنذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أخذت مصر على عاتقها تسوية الأزمة على المستويات كافة وكان للقيادة السياسية موقف واضح لا لبس فيه حيث رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره تصفية للقضية الفلسطينية برمتها منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حملت مصر هذه الأزمة على عاتقها كعادتها فاتخذت موقفا ثابتا داعما لغزة مؤكدة على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سياسيا تجسد موقف مصر تجاه تلك الأزمة بتصريحات قوية للرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث رافضا الخطط الإسرائيلية الرامية لتهجير أهل غزة من أرضهم وعلى الجانب الإنساني دخلت ولا تزال أطنان من المساعدات الإغاثية إلى غزة التي تحمل مواد غذائية وطبية لدعم أهل القطاع المحاصرين والمعرضين لقصف كل لحظة في بداية الأزمة كانت مصر تنادي بضرورة وقف الحرب وقصف المدنيين من أهالي القطاع لكن دولا أخرى كان لها رأي آخر تجاه التصعيد إذا رأت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة أن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها ولكن سرعان ما مالت تلك الدول إلى الموقف المصري المنادي بضرورة وقف الحرب فقد نجحت مصر في إحداث تحول وتغير في المواقف الدولية للحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية والتساع رقعة الصراع في المنطقة على رأس تلك الدول كانت الولايات المتحدة ثم تحول الموقف الأمريكي إلى تأكيد احترام سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي وعدم تهجير أهل غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى في خطوة تعكس اعترافا بنفوذ مصر الإقليمي ودورها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني بعد مؤتمر القاهرة للسلام أفضت جهود مصر إلى تحول تدريجي في سياسات الدول الأوروبية أيضا التي كانت قد اتخذت موقفا مؤيدا لإسرائيل فعادت تلك الدول للحديث عن هدنة في غزة لإيصال المساعدات فضلا عن العودة لحل الدولتين ومرة أخرى بعد نحو ثلاثة أشهر على العدوان الإسرائيلي طرحت مصر إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة وأوضح رئيس الهيئة العامة لاستعلامات ضياء رشوان أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار مشيرا إلى أن المقترح يتضمن ثلاث مراحل متتالية ومرتبطة معا وتنتهي إلى وقف إطلاق النار مشددا على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية هو موضوع فلسطيني المحض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية وحدها تقف مصر موقف المدافع الأول والأخير عن حقوق الشعب الفلسطيني كما كان عهدها طوال عقود مضت فمسعيها لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين دائما ما تقابل بالدعم والتأييد العربي والدولي